السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع العدادي بفرعيه العلمي والأدبياء تدعونا لكم في الجزء الثاني من اسلوب الشرط في المحاضرة السابعة أخذنا اسلوب الشرط وعرفنا اسلوب الشرط هو عبارة عن جملتين الجملة الأولى تسمى جملة فعل الشرط والجملة الثانية تسمى جواب الشرط لا يتحقق جواب الشرط إلا بتحقق جملة فعل الشرط كيف أستدل على أن هذه الجملة جملة شرطية شرطية مو شرطية ها شرطية كيف أستدل على أن هذه الجملة شرطية طلاب تحتوي على أحدى أدوات الشرط من هي أدوات الشرط طلاب قسمناهن إلى أقسام لدي أدوات شرط تسمى جازمة وأدوات شرط تسمى غير جازمة أدوات الشرط الجازمة طلاب تدخل على الجملة الفعلية فتجزم الفعل الواقع بعدها تجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط طبعا أدوات الشرط يجزم الفعليين الجازمة يجزم الفعليين فعل الشرط وجواب الشرط متى يعني غاية جولة تجزم إذا سبقت بإحدى أدوات الشرطة الجازمة طلاب عندي مجموعة يسمونها جازمة يعني تجزم الفعل المضارع بعدها وإن أتى بعدها فعل ماضي فيكون الفعل ماضي في محل جزم نتقل له فعل ماضي مبني في محل جزم من هي الأدوات الشرطة الجازمة ستقسم لدي على قسمين أدوات الشرطة الجازمة حرفان وأسماء عندي الحرفين وهي إن وإذناء هذا أنه حرفان للشرط جازمون زين والأسماء طلاب عدي متى عدي من عدي ما عدي مهما عدي كيفما عدي أي عدي مثلا أيانة وعدي أنه هذا أنه أدوات راح تجيني أداة شرط وراها جملة فعل الشرط وراها جواب الشرط لا يتحقق جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط هذن الأدوات اللي أخذناها الجازمة يعني تؤثر فيما بعدها عرابيا فإن كان مضارع يكون فعل مضارع مجزون علامة جزمه السكون إذا كان صحيح الآخر علامة جزمه حذب حرف العنة إذا كان معتن الآخر علامة جزمه حذب النون إذا كان من الأفعال الخمسة لدي أن يقول طلاب الأدوات غير الجازمة وراح ناخذ كيفية الربط بين فعل الشرط وجواب الشرط نأتي الآن إلى طلاب أدوات الشرط غير الجازمة طلاب هذن الأدوات الشرط غير الجازمة لا تجزم الفعل المضارع بعدها هي أصلا لن تدخل على الفعل المضارع ستدخل على الفعل الماضي أو على الجملة الأسمية من هي أدوات الشرط طلاب هذن الأدوات عدي إذا أدات شرط غير جازمة طبعا كل هن الحروف أدوات الشرط غير الجازمة كل هن الحروف إذا حرف شرط غير جازم لو حرف شرط غير جازم لما حرف شرط غير جازم وكلما حرف شرط غير جازم ولو لا ولو لا حرفها شرط غير جازم أجهل وحدة وحدة شنو معناهن شنو يفيدن شنو عراب فعل الشرط وراها شنو عراب جواب الشرط يقول إذا دائما تتخذها على يكون فعلها الأول فعل الشرط فعل ماضي وجواب الشرط فعل ماضي شنو معناه في شا تفيد إذا ليش إذا لو نتخل كلهن أفتصرهن بأذات وحدة وثلص مع العلم بأنه كلهن غير جازم الطلاب كل وحدة إلها معنا معين خاص بها أولا إذا ظرف للمستقبل يدل على تحقق وقوع الفعل يعني شنو طلاب ظرف للمستقبل طلاب هي رح تدخل على الفعل الماضي يقول إذا درست نجحت شوف قال إذا درست نجحت هاي إذا طلاب تدخلت على الفعل الماضي درسته وجواب الشرط نجحته شوف طلاب هذا فعل ماضي بس الفعل رح يصير بالمستقبل شوف إذا درست بالمستقبل راح تنجح شوقت بالمستقبل لذلك هاي تدخل على الماضي لكنها تفيد حصول الفعل في المستقبل الدراسة ستحصل بالمستقبل والنجاح سيحصل في المستقبل لذلك شرط يقلها مثلا إذا لقيتك على الشارع أخذك وياي إذا لقيتك على الشارع أو في الشارع شوف لقية فعل ماضي زين استخدمت إذا أنا شوقت ألقى بالماضي لو بالمضارع لو بالمستقبل بالمستقبل بس شا استخدمت استخدمت فعل ماضي إلا لقيتك أصطحبك إذن هنا دخلت على الفعل الماضي لكنها تفيد حصوله في الزمن المستقبل تفيد حصول الفعل في الزمن المستقبل نأتي إلى بعض الآيات القرآنية ونشوف قال تعالى وإذا لقيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم مفسدون طلاب هنا راح يقل استخرج أداة الشرط أقلنا إذا اسم له حرف حرف جازل له غير جازل غير جازل ونفعل الشرط إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا شوف يقول إذا قيل لهم في المستقبل لا تفسدوا في الأرض بالمستقبل قالوا إنما نحن مصلحون إذا هذا فعل الشرط وهذا جواب الشرط طلاب هنا لن تلاحظ طلاب الجملة بدون جواب الشرط الجملة بها كل معنى يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض النتيجة شنو تحتاج إلى جواب صح لا ومسح قالوا إنما نحن مصلحون إذن هذا فعل الشرط أو هذا جواب الشرط زين عبدالياهد فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماضي مبني على الضم للتصالح بواوي الجماعة عاملا وغير عاملا غير جازمة أداة شرط أو حرف شرط غير جازمة قال تعالى وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا شوف الجملة يقول إذا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا طناب، هذا فعل الشرط أو هذا جواب الشرط هاي إذا حارف شرط غير جازمة ما بعده فعل ماضي مبني على الضم لاتصالح بواوي الجماعة أو قالوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصالح بواوي الجماع والواوي ضمير مبتز شوف بالمستقبل إذا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمن إذن هناك فعل شرط وجواب شرط هذا الفعل طلاب والجواب اثنين سيحصله أين بالمستقبل مع العلم هي داخلة على الفعل الماضي لكن فصولها يدل على أو سيحصل في المستقبل قال الشاعر وإذا غلبت فغالبي ملكوا زاغن به المغلوب يفتخروا هاي هنا مضطينة أداة الشرط وهي إذا وإنما تشوف إذا طلاب فهي حرف شرط غير جازم غلبت طلاب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل التاء ضمير مبتصل مبني في محل رفع فعل شوف يقول وإذا غلبتو فغالبي ملكوا زاهن به المغلوب يفتخروا هنا الفاء وقعت في جواب الشرط إذن وهنا الجملة الاسمية فغالبي ملكوا هنا مبتدأ زايد خضر والجملة الاسمية من المبتدأ و الخضر في محل جواب الشرط حسنا تقول هنا جملة الاسمية أقل لك راح ناخذه إذا كانت جواب الشرط جملة الاسمية يقترن بالفاء بمن يقترن بالفاء هاي الفاء نسميها الواقعة في جواب الشرط هاي عندي الحرف إذا حرف شرط غير جازم ما بعده فعل ماضي مبني والجواب الشرط كذلك نفس الوضع واحدة من أدوات الشرط هي لو لو طلاب ش تفيد يقول هي حرف شرط غير جازم حرف امتناع امتناع يعني شنو طلاب عندي فعل شرط أو عندي جواب الشرط لا يتحقق جواب الشرط على الأغلب لو طبعا تدخل على الأفعال الماضية فعل الشرط وجواب الشرط سيكون ماذا سيكون ماضي وعلى الأغلب هناك سرح ناخذ ملاحظات احتمال جواب الشرط يجيني شنو يجيني مو فعل ماضي لا احتمال يجيني جملة اسمية احتمال يجيني فعل أمر وكذا راح الفصلة ان شاء الله بس هس راح ناخذ على جملة الفعلية طلاب هسه غيرون يقول لو طلعت عليهم لو وليت منهم فرارة على الأغلب مع لو سيقترن لام ستكون اللام مقترنة بجواب الشرط يعني تجيني لو يجيني فعل الشرط يجيني جواب الشرط قبل جواب الشرط راح تجيني اللام اللام هو يسموها واقعة في جواب الشرط لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارة طلاب أن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي يقول له لو اطلعت على أهل الكهف لو وليت منه فرارة فرضا يعني ها فيها غير القرآن لو اطلعت عليهم لو وليت منه فرارة إذن هذا حرف شرط غير جازم ما بعده فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتائل فاعل النام واقع فيه جواب الشرط وليت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتائل فاعل طلاب هل ونا منهم فرارة؟ لا السبب لعدم اطلاعه عليهم إذن امتنع جواب الشرط لا امتنع فعل الشرط لن يتحقق الثاني بسبب عدم تحقق الأول يمتنع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط لذلك يسألون حرف امتناع لامتناع اثنين اثنين امتنعات ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله طلاب هسنانا هاي هنا النوض دخلت على الفعل الماضي أنزل مبني على السكون النظمين متصل مبني في محل رفع فعل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل النتيجة لرأيته خاشعا متصدعا طلاب هسنانا هاي النتيجة الفعل رأيته هاي اثنانا او لا رأيته هاي هنا طلاب اللام الواقعة في جواب الشر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بداء الفعل التاغذ من المتصل مبني في محل رفع فعل الهاقذ من المتصل مبني في محل لنصب مفعول به خوش هل رأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله لا السبب لأنه لم ينزل القرآن على هذا الجبل إذن امتنع جواب الشر السبب لعدم وقوع الفعل الفعل ليس موجود إذن لا يتحقق الجواب السبب لعدم تحقق فعل الشر عندي ملاحظة طلاب يقول قد تريد أن بعده لو يعني تجيني لو تجيني وراها أن أن الطلاب الداخل على الجمل الإسمية مثل من ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليه المنبرو ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليه المنبرو هنا يا طلاب عدي هاي اللو هاي لو شنجي وراها أن يقول عادة طبيعية جدا بعد لو تأتي أن ولو أن مشتاقا ومشتاقا طلاب هنا ناسم إن منصوب علامة نصب الفتحة تكلف فعل ماضي مبني على الفتح والفعل ذنين مستتر تقديره وهو فوق المفعول في ظرف مكان وهو مضاف ومع رمير متصل اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه وتكلف والجملة تكلف فوق ما والجملة وشوف الجملة الظلنابة هنا والجملة الفعلية في محل لرفع خبر شرخ خبر أن يقول والجملة الاسمية من أنه واسمها وخبرها في محل فعل الشرط لو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى شوف هاين نظرة في جواب الشرط وهنا الفعل سعى إذن لسعى إليه المنبرو طلاب هل سعى إليه المنبرو لا السبب لأنه لم يتكلف لأن المشتاق لم يتكلف لذلك لم يسعى إليه المنبرو لذلك لا يتحقق جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط قال الشعر ولو أني kunnen لو كان لقلبا لعشت بواحد وتركت قلبا في هواك La يعذب لو كان لي قلبان لو كان لي قلبان لعشت بواحدا وتركت قلبان في هواك يعذبوا اذا هنا لطلاب عندي اداة الشرط هي لو دخنت على الفعل كانت ماذا اندخنت على الفعل التالي اذا هاي لو حرف امتناع الامتناع لو كان لي قلبان لعشت بواحدا زينهدت عشت بواحد لا السبب لعدل وجود قلبين لذلك يمتنع جواب الشرط لعدل تحقق فعل الشرط إذن لو كان لي قلبان لعشت بواحد وتركت قلبا في هواك يعذبه إذن هل عشت بواحد؟ لا السبب لأنه لن يكن لذلك قلبان لذلك يمتنع جواب الشرط لعدم تحقل فعل الشرط لذلك هاي إنه يسمونه حرف امتناع لامتنام واحدة من أدوات الجزم غير العاملة أدوات الجزم غير العاملة أو أدوات الشرط غير الجازمة وهي لما تذكرون لما من أخذناها بصف لما أخذناها بأدوات الجزم لما إذا دخلت على الفعل المضارع فهي أدوات نفي وجزم وقلب بينما إذا دخلت على الفعل الماضي فهي الظرفية حينية شرطية لذلك هاي لما اختصاصها تدخل عليها من على الفعل الماضي لما وراها فعل ماضي فهي حرف شرط لما وراها فعل مضارع فهي حرف نفي وجزم وقلب خليها بالك اختصاصة شنو اختصاصة تدخل على الفعل الماضي يقول شنو معنى لما يقول ضرفية حينيا خلنا ابن كرانها كلمة حين وسيستقيم الكلام مثلا يقول لما وصلت إلى المدرسة دقة جرس بمعنى حين وصلت إلى المدرسة دقة جرس ألا هاي ضرفية حينيا السبب لدخولها على الفعل الماضي قال تعالى لما ورد ماء مديا وجد عليه أمة من الناس يسبون هاي هنا لطلابنا وعنهم الدخلت دخلت على الفعل ورده ضرفية حينيا حرف شرط غير جازل ضرفية حينيا لما ورد ماء مديا ايه النتيجة شنو وجد عليه أمة من الناس يسبون اذا هذا فعل الشرط او هذا جواب هذا جواب الشرط قال تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم هاي هنا لطلاب لما دخلت على الفعل الماضي ماذا دخلت على الفعل الماضي فهي ضرفية حينية أداة شرط غير جازمة ما بعدها فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التانيث الساكنة وتاء التانيث الساكنة لا محل لها من العرار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم شوف النتيجة بأنه ذهب الله قال لو تلاحظ طلاب هذا فعل ماضي وهذا فعل ماضي اثنين سوف يجنشل أفعال ماضية قال الشاعر لما رآني في هواه متيما علم الحبيب مقامه فتدللا فلك الدلال وأنت بدر كامل ويحق للمحبوب أن يتدللا إذن هنا الأطلاب لم هو دخلت على الفعل دخلت على الفعل الماضي وهو رآني ما دام دخلت على الفعل الماضي فهي ضرفية حينية حارف شرط غير جازم ما بعدها فعل ماضي مبني على السكون مبني على الفتح السبب لعدم اتصاله بشيء النون للوقاية لا محل لها من العراب الفعل ظن المستطر تقديره هو الياء ظن المتصل مبني في محل النصب مفعول به لما رآني في هواه متيما النتيجة علم الحبيب مقامه فتدللا لدي البيت الشعري قال الشاعر لما ابتسمت تساقطت أحزاني لما ابتسمت تساقطت أحزاني وعرفت بعد التيل أين مكاني فلتخبريني يا نهاية أدمعي كيف انتصرت على الأسى بثواني يا آخر الملكات كيف أخذتني مني بلا أذن ولستئذاني من أي نافذة دخلت عواطفي ونشرت هذا الطهر في وجداني هذا المقطوع الشعري يقول لما ابتسمت تساقطت أحزاني لما ابتسمت تساقطت أحزاني وعرفت بعد التيل أين مكاني هاي هنا لطلاب ماذا انتخلت على الفعل الماضي فهي الظرفية حينيه لما ابتسمت النتيجة تساقطت أحزاني إذن هذا جواب الشرط وهذا فعل الشرط هذا فعل الشرط وهذا جواب الشرط لما ابتدخلت على الفعل الماضي فهي الظرفية حينيه وبعدها فعل ماضي مبني فعل الشرط وجواب الشرط أثنين ستكون ماذا سيكونان مبنيان واحدة من أدوات الشرط غير إجازمة هي كلما ضرفية تفيد تكرار الفعل شوف هاي الظرفية وهذيك شنو هذيك الظرفية بين الله هاي الظرفية حينيه بينما هاي لا يقول ضرفية تفيد تكرار الفعل يعني الفعل أكثر من مرة متكرر مثلا كلما استهدت نلت المعاني كلما اجتهدت نلت المعاني طلاب هنا عدت كلما علي من تفرد على الفعل استهدته يقول كلما تكرر الاجتهاد كلما تكرر نين المعاني إذن هذا فعل الشرط وهذا جواب الشرط هاي كلما يقول لماذا أفادت كلما أفادت قلنا ظرفية تفيد تكرار الفعل يعني الفعل هناك كلما تجتهد بأنه تنال المعاني والنجاح لذلك هذا فعل الشرط وقال شنو جواب الشرط لا يتحقق جواب الشرط ألا بتحقق فعل الشرط زين وذا ما استهدت لن تنال المعاني انتهين من عده قال تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه طلاب كلما دخلت عليهم على الفعل الواضح يقول هاي بالاستمرارية كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا شوف كلما أضاء لهم مشوا فيه إذن هاي تفيد الاستمرارية كلما أضاء فعل ماضي مبني على الفتح مشوا فيه الماضي مبني على السكو على الضمل اتصاله بواو جماعا قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحرار وجد عندها رزق قال يا مريم أنه لك هذا قالت هو من عند الله لو تلاحظ طلاب عند الأداء كلما اضحرف شرط غير جازق دخل فعل ماضي مبني على الفتح وان جواب الشرط كلما دخل عليها زكريا المحرار النتيجة وجد عندها رزق إذن هذا فعل الشرط وهذا شنو جواب الشرط أحد الشعراء يقول كلما قلت متى معادنا ضحكت هند وقالت بعد غد يعني هي موعدة قالت لي يا بي بعد غد أجاء وقال ايش وقت معادنا قالت لي بعد غد ثاني يوم ايش وقت معادنا بعد غد وهذا هو مستمر يتوسل وقيا بعد غد يتوسل وبعد غد عوفة عوفة وفظة كلما تخدمتها معادنا هاي نال الطلاب كلما دخلت على الفعل الماضي كلما قلتو مادا دخلت على الفعل الماضي فهي تفيد ظرفية تكرار الفعل يعني هو دائما كلما يسألها تقل العقوب باتر كلما يسألها عقوب باتر كلما يسألها عقوب باتر يلا تتوعد يحسن للتاكلة المهم واحدة من أدوات الشرط غير الجازمة هي لولا طلاب هاي لولا تختلف عن ذنير ما راح يجي وراها فعل راح يجي وراها اسم لولا ولولا هذا اللي يقول حرف الامتناع لوجود وشوف لو حرف الامتناع يعني شنو حرف الامتناع لوجود طلاب لا يتحقق جواب الشرط السبب لوجود فعل الشرط شوف هنا لقلنا لا يتحقق جواب الشرط لعدم توفر فعل الشرط او لعدم حصول فعل الشرط اثنين مصيرات بينما هنا جواب الشرط لا يتحقق لوجود فعل الشرط هاي هنا لطلاب لونا ونونا لونات او لونات هذن طلاب راح يجي وراها الاسم زيان او راح تيجي وراها الفعل وراح يجي ورا هذا الاسم شنو فعل هذا الاسم من اخذها السعادة شعر بي راح اقلت هذا الاسم اني بعده لو لا ولو دائما لدي عرض ومبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم وال والأليف بعد الته شنو تشوفه مفرد ضمن مثنى ألف جمع مذكر الواو جمع مؤنث الضمن انقلت من الاسماء الخمسة فعلامة رفعه الواو ومتهن معده هذا المبتدأ زين كل مبتدأ الشي يحتاج يحتاج الى خبر والخبر محذوف تقديره موجود اذا كان مفرد مذكر موجودة اذا كان مفرد مؤنث موجودان اذا كان مثنى مذكر موجودتان اذا كان مثنى مؤنث موجودون اذا كان جمع مذكر موجودات اذا كان جمع مؤنث سالم انت تشوف شنو هذا مفرد تجيب للموجود مثنى موجودان جمع موجودون مذكر موجود مؤنث موجودة مثنى مؤذف موجودتان مثنى جمع مؤذف أنه سالم جملة موجودة اتشت شوفوا هنا فالخبر محذوف تقديره موجود ومشتقاته رح يسئلك دل على الخبر الموجود هنا أين ترى لك الخبر هذا وعرضنا مبتدأ اتقلنا الخبر محذوف تقديره موجود والجملة الاسمية من فعل الشرط ومن المبتدأ زائد الخبر هي جملة الشرط والفعل الذي بعدها سيكون جواب الشرط نأتي إلى قال تعالى لولا نعمة ربي لكنتون المحضرين طلاب هنا نعد نولا هاي نولا شنو جوا راه طبعا نولا وما دائما يجواها شنو يجواها الاسم ما يجواها الفعل نعمة ربي طلاب هاي نعمة ربي مضاف ومضاف إلي هذا ما دام اسم الاسم الأول لقلنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفع في الضم وهو مضاف وربي مضاف إلي وهو مضاف والياظمير متصل مبني في محل جر مضاف إلي المضاف والمضاف إليه يعامل معاملة الاسم الواحد هذا عربناه مبتدأ أين الخبر قلنا لولا نعمة ربي موجودة إذن الخبر تقديره موجودة يقول نقتل الخبر أكد تقديره موجودة أين جواب الشرط هاي شلو جملة شرطية أين جواب الشرط لكنت من المحضرين هل كنت من المحضرين لا السبب لوجود نعمة ربي لذلك يقول امتنع جواب الشرط السبب لوجود في جملة الشرط لو حرف شرط غيب جازق الماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمن النام واقع فيه جواب الشرط هلكت فعل ماضي الأحياء فائل إذن هنا التأذى تأتنية الساكنة لا محل لها من العراب وكسرت منعا لالتقاء الساكنية يقولي هذا مو مرتدأ وين الخبر أنا قلني الخبر معذو في تقديره وموجود لو نعمة موجود لهلكت الأحياء الأحياء هركت لا السبب لوجود الماء لون الاجتهاد لما نجحت لون الاستهاد لما نجحت يقول هاي لو لا أو لو ما إذا نقيت وراء انفعل مثبت على الأغلب ألق النام إذا نقيت وراء انفعل مثبت على الأغلب شنو أنقي أنقي النام الواقعة في جواب الشرط إنوس يا رجل لا إنت مخير آخر لقل النام لتأخذ نعم إذا لقيته مثبته إجراء السابقة من النعم على الأغلب إذا لقيته مخدقه لا مخير أسعر سأخذ نعم لأنا لتأخذ نعم لحب جبال الشرط لولا لالاشتهاد لما نجحت وهذا لو لا دخلت علي من� الاشتهاد مبتدأ الأ Shannon's요 كيف ت monitors ولولا لالاشتهاد موجود هذه النعم واقع في جواب الشرط هذا مخدأ Salat لولا لنها هذه هو جواب الشرط لولا المثابرة المثابرة مبتدأ أين الخبر الخبر محدد في تقديره لولا المثابرة موجودة ما تفوقت إذن هنا يا طلاب مدام من فيه أنت مخير تجيب النار أو أنت مخير أحد الشعراء يقول لولا الحياة لهاجا استعباره ولزرت قبرك والحبيب ويزاره لولا الحياة لهاجا استعباره لولا الحياة لهاجا استعباره ولزرت قبرك والحبيب ويزاره هل زار قبرها لا السبب لوجود الحياة هل ناله استعبار الدموع لا السبب لوجود الحياة يعني هو لا زار قبرها ولا بكي عليها السبب لوجود الحياة إذن هنا امتنع الجواب هنا امتنع الجواب السبب لوجود الشر الحياة موجودة المستحى موجود لذلك لا يبكي على محبوبته لولا الحياة لآجل استعباره هل هاجف استعبار لا السبب لوجود الحياة إذن هنا طلاب امتنع الجواب لوجود الشرط لذلك هاي يسمونه حرف امتنع لوجود جواب الشرط امتنع السبب لوجود فعل الشرط أو جملة فعل الشرط هذن الأدوات غيرت جازمة هذن الورا هنينعرض فعل ماضي أو ينعرض مبتدأ أو ينعرض مثل ما أخذنا ليسميناها غير جازمة تختلف على الأدوات الجازمة وهي الحرفان والأسماء بينما غذني حروف شرط جازمة أو عفوا الحروف شرط غير جازمة وما بعد احتمال يجيلي فعل ماضي واحتمال يجيلي مثلاً هنا جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر وهنا قد يأتي لو تدفل على الجملة الاسمية المبدوء بي أنه بقي لدينا أن نعرف جواب الشرط كيف سيربط فعل الشرط مع جواب الشرط ما هي أداة الربط وكيف نستدل عليها نأتي الآن إلى جواب الشرط طلاب جواب الشرط هو الجزء الثاني من الجملة الشرطية الجملة الشرطية مكونة من فعل شرط وجواب شرط جواب الشرط طلاب من هو نربط بين فعل الشرط وجواب الشرط بالفاء هذه الفاء تسمى فاء الرابط لجواب الشرط يعني هذه الفاء هي النتيجة تبقى بجواب الشرط تربط جواب الشرط بفعل الشرط متى نأتي بالفاء يجب أن نأتي بالفاء متى في عدة حالات وهي ستة حالات الحالة الأولى نأتي بالفاء الرابط لجواب الشرط إذا كانت جملة جواب الشرط شنو جملة اسمية يعني مكونة من مبتل أو خبر يعني مفعل راح تجيني جملة اسمية مثل من قال تعالى فعل كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلث طلاب هنا هاي عادات الشرط طب فعل كنا نساء فوق اثنتين النتيجة فلهن الثلث هاي الفاء طلاب نسميها الرابط لجواب الشرط لهن طناب نام حرف جر هذا مين متصل مبني في محل جر بحرف الجر النون دلال على جمع المؤنث السالم الثلث طلاب اسم جار ومجر وش اعتبرها طلاب اعتبرها خبر مقدم والثلث ش اعتبرها مبتدأ واخر جملة اسمية مكونة من مبتدأ زائد خبر مادام جواب الشرط جملة اسمية نأتي بالفاء الرابط لجواب الشرط لازم ان اجتهدت فالنجاح حليفك شوف ان اجتهدت هاي عادات الشرط اجتهدت فعل الشرط النتيجة النجاح حليفك او النجاح حليفك طلاب احنا لأنجاح مبتدأ وحليفك خبر الله دام جبلة اسمية مكونة من المبتدر وخبر لأتي بالفعل رابطني جواب الشرط قال فإذا غلبت فغالبي أو عفل فإذا غلبت فغالبي ملك زاهن به المغلوب يفتخره فإذا غلبت فغالبي ملك زاهن به المغلوب يفتخره هنا أنا يقول إذا غلبت فغالبي شوف هاي الفواقعة في جواب الشرط طلاب غالبي مكونة من كلمة غالب وهو اسم مبتدر وهو الغاف والياغمين والتصل مبنيه في محل جر مضاف عليه المضاف والمضاف عليه يعامل معاملة الاسم الواحد غالبي شنو ملك ملكون ملكون طلاب خبر مبتدر خبر لا جام جملة اسمية إذا نأتي بالفاء الرابطة لجواب الشرط يقول إحنا أنا لازم أقول لك لازم إذا كان جواب الشرط جملة اسمية مكون من مبتدر وخبر يجب أن نأتي بالفاء الرابطة لجواب الشرط هاي الفاء تربط جواب الشرط بمن؟ بفعل الشرط واعتبال هذا فعل وهذه جولة اسمية لازم اربط بلاثن نأتيد الفاء الحالة الثانية إذا كان جواب الشرط فعلا طلبيا يعني شنو؟ إذا كان جواب الشرط فعلا طلبيا يعني فعل الأمر إذا كان فعلا طلبيا يعني الجواب رح يكون عدة فعل الأمر مدام فعل الأمر أجيب الفاء قبل فعل الأمر مثل من؟ إذا جاء نصر الله والفتر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَا فَاسَبِّحْ بِحْمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لو تلاحظ طلاب هاي عدات الشرط إذا هذا فعل الشرط جاء إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح طلاب هنا النتيجة هذا جواب الشرط سبح طلاب هذا سبح فعله وما داع فعله ونجيب الفائر رابطة بين جواب الشرط الفائر رابطة لجواب الشرط بينه معه فعل الشرط قال تعالى فَإِن أَرضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ يَجْوَهُنَّ طلاب هنا لا تجد الشرط فإن أرضعن لكم هاي فعل الشرط وين جواب الشرط ان أرضعن لكم فآدوهن اذا هذا جواب الشرط طلاب آتو فعل أمر مادام فعل أمر اذا هاي نفاء يجب أن نأتي من فائر رابطة لجواب الشرط تربط جواب الشرط بمن بفعل الشرط ليش جبت الفائد هنا تقلنا السبب لأن جواب الشرط جاء فعل أمر إن كان قلبك لا ينبض بالود فاترك الصداقة شوفو هنا إن كان هاي هنا أداة الشرط هنا كان فعل الشرط إن كان قلبك لا ينبض بالود النتيجة فاتركت الصداقة هاي هنا يطلقنا بأترك فعل أمر ماذا فعل أمر نأتي بالفائد رابطة لجواب الشرط ليش جبت هالفاء تقلنا السبب لأن جونة جواب الشرط فعل أمر مدام فعل أمر لازم تجيب الفاء الرابطة لجواب الشرط ثالثا إذا كان جواب الشرط فعلا مضارعا مقترن بلا من أمر طلاط الفعل المضارع هذا راح يجيني فعل مضارع قبل راح تسبق النوم هاي النوم مكسورة إذا سبق بالفاء هاي النوم راح تصير ساكمة راح تكون فل وما بعدها فعل مضارع مجزوم السبب لأن النام إحدى أدوات الجزم ما بعدها فعل مضارع مجزوم قال تعالى لو تركوا من خلفهم درية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا شوف هاي هادات الشرط لو لو هذا فعل الشرط فليتقوا لا نظن ناب هاي الفاء هاي طبعا النام لا من أمر يتقوا فعل مضارع مجزوم على نامة جزم يحف النون لأنه من الأفعال الخمسة عنواء ضمير متصل مبلي في محل رفع فاعل لفظ الجلانة مفعول به منصوب علامة نظمه الفتح انتهي من عثم هاي هنا لابن لا بما دمر هاي النوم لا من أمر دخلت على الفعل المضارع قلنا لازم أجيب الفاء يقول لماذا تسمي الفاء قلنا الفاء الرابطة لجواب الشرط عن السبب المجيء الفاء قلنا السبب لأن جواب الشرط فعل مضارع مسبوق بلام الأمر يعني هذا يشبه هذا بس هذا مجرد بأنه أمر صريح وهذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر من يصادق بوفاء فليجتهد شوف هنا لابن من يصادق بوفاء فليجتهد النتيجة هيجتهد هاي نام لا من الأمر هاي نام لا من الأمر دخلت على الفعل المضارع لازم أجيب الفاء ما قدر أقول من يصادق بوفاء ليجتهد لا لازم أجيب الفاء يابا ليش أجيب الفاء السبب لأن هذا الفعل المضارع مسبوق بلام الأمر الحالة الأخرى إذا كان جواب الشرط مقترنا بقتل سين سوفه يعني قبل من قبل جواب الشرط راح تجيني لوقت لو سين لو سوفه وراها جواب الشرط أنا قبل قد قبل السين قبل سوف أجيب الفاء هاي الفاء تسمى رابطة لجواب الشرط فعن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إذن هنا طلاب إن أداة الشرط آمنوا فعل الشرط قد اهتدوا طلاب النتيجة قد اهتدوا هاي هنا طلاب فعل الشرط جواب الشرط عفوا هذا جواب الشرط مدام مسبوق بقد لازم أجيب الفائر رابطة لجواب الشر وإن تعسرتم فسترضع له أخرى نانا إن تعسرتم هاي أداة الشرط هذا فعل الشرط هاي جواب الشرط هاي الفائر شسميه الفائر رابطة لجواب الشرط ليش جبتها السبب لأن هذا الفعل المضارع مسبوط بالسين أصلي الفعل ترضع أتيناه بالسين إذن لازم أجيب شنو هاي الفائر تسمى الرابطة لجواب الشرط تربط جواب الشرط بفعل الشرط ليش جبتها السبب لأن الفعل مسبوط بالحرف السين قال تعالى وَهِلْ خِفْتُمْ عَيْنَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهِ هاينا لو تلاحظوا طلاب إن أداة الشرط خفتم فعل الشرط إن خفتم عَيْنَةً فَسَوْفَ النتائجة سوف يغنيكم يغنيكم طلاب جواب الشرط بمن مسبوط بسوف لازم أجيب الفائر إذا كان مسبوط بسوفه إذا كان مسبوط بالسين إذا كان مسبوط بقتل لازم أجيب الفائر قبل من قبل هذن الحرف هاي الفائر شنسميها رابطة تربط جواب الشرط بفعل الشرط الحالة الخامسة إذا كان الجواب فعلا ملفيل لوت سبق لن لوت سبق لا لوت سبق شغل مار لقيت هذن واقعات بجواب الشرط أجيب قبل هن الفائر تصير فلن فلا فمار وما يفعله من خير فلن يكفروا طلاب هنا يراحل هنا نلطيني شرط ما يفعله من خير فلن يكفروا إذا هذا شير جواب الشرط يكفروا هذا بمن مسبوط بلن ما دام مسبوط بلن أجيب للفاء ليس جبت للفاء أتقيلها لأن جواب الشرط فعل مضارع مسبوط بلن لازم أجيب للفاء وإذا رأى الذين ظنموا العذاب فلا يخفف عنهم إذا أذات الشرط رأى فعل ماذا وهو فعل الشرط وإذا رأى الذين ظنموا العذاب النتيجة فلا يخفف عنهم إذن يخفف هو فعل جواب الشر بمن مسبوق بالناط أجيب الفار إذا مسبوق بالناط إذا مسبوق بالناط إذا مسبوق بالناط إذا مسبوق بما نأتي بمن نأتي بالفار الرابطة لجواب الشر وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هنا نظر الناط أدوات الشرق إن لم تفعلت الناط هاي فعل الشر جواب الشرق الناط ما بلغته مادر هاي الفعل مسبوق بما فإنه هذا شن سميت لازم يجيب لشنو لازم يجيب للفا التي تربط جواب الشرق بفعل الشرق ليش جيبت للفا السبب لأنه مسبوق بموت السبب لأنه مسبوق بلا السبب لأنه مسبوق بلا إذا لقيت مسبوق بلا لا ما فإن حكم اقتران الجواب بالفا واجب لازم تجيب الفا وتخليه الحالة الأخرى والسادسة الأخيرة إذا كان الجواب فعلا جامدا من الأفعال الجامدة الضناب ليس عسى نعمة بأس سائر سأل طالب قال أستاذ جيحل شنو فعل جامد طلاب الفعل جامد أول الذي ليس له مضارع ولا أضر أجانب أس ماضي ليس مستحيل إلها عسى مستحيل إلها مضارع أو أمر نعمة نفس الوقت نعم هاي نعمة 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 فعل يفيد المدعن بعسة فعل يفيد الذنب ساء فعل يفيد الذنب هذن طلاب إذا لقيتهن بهذه الحالة فيجب أن يقترن جواب الشرف بالفا هاي الفا تسمى طلاب الفا الرابط بين فعل الشرط وجواب الشرط تربط جواب الشرط بفعل الشرط إذا لقيت ليس تقول فليس فعسى فنعمة فبئس فسائل قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناف هاي عدد الشرط هذا ضربتم فعل الشرط والتليل فليس إذا ضربتم في الأرض النتيجة فليس عليكم جناف طلاب حلال جواب الشرط بيمر مسبوق بليس هذا ليس طلاب مدام أنه فعل جامد يقترن بالفا يقول لي ما حكم اقتران الفعل بالفا أقول لي واجب ليش لأن هذا فعل جامد وأنا عند قاعدة إذا كانت جواب فعلا جامداً ليس عسى نعمة بأسه فتسبق بالفا بيمن تسبق بالفا زيان هاي الفا شنسميه طلاب نسميه الفا الرابطة لجواب الشرق تربط جواب الشرق بيمن بفعل الشرق فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه غيراً كثيراً شو إن أداة الشرق كرهتموهن فعل الشرق فعسى إذن هذا جواب الشرق فعل وأوى عسى إن كرهتموهن النتيجة عسى أن تكرهوا شيئاً إذن هنا عسى ماذا فعل جامد يقترن بيمن بالفا ما حكم اقترانك إنه واجب السبب لأن جواب الشرق جاء فعلا جامداً إن تبدو الصدقات فنعم ما هي شوف هناك إن أداة الشرق تبدو فعل مضارع وهو فعل الشرق إن تبدو الصدقات والصدقات طبعاً مفعول به فنعم ما هي ضلاب هاي نعم ما هي مكونة من كلمة نعمة زائد مان إن دنجة صارت شو نعم ما نعم ما صارت نعم ما وانك نعم ما هي شو المهم حال للعصر يا الله الخلص إن شاء الله فنعم ما صارت نعم ما ما دال هذا فعل جامد إن جيل الفاق شو تصير فنعم ما هي لماذا جبت إلى هذا الفاق يقول إن أنا جبت الفاق لأن الفعل كان لأن جواب الشرق كان فعلاً جامد نعم فعل جامد ومن يكون الشيطان قريناً له فساء قريناً شوف هنا أنا ودني فساء ساء طلاب مدام أنه فعل يدل على الذن فإنه فعل جامد مدام فعل جامد فإننا نأتي بالفاق بقرية نقل لدينا فقرة تقول ولا تقول أزاح الحجر عن الطريق أم أزاح الحجر من الطريق طلنا بالعبارة الصحيحة هي العبارة الأولى السبب لأن الفعل أزاح يتعدى بحرف الجر عن ولا يتعدى بحرف الجر من كانت هذه هي آخر محاضرة من سلسلة محاضرات قواعد اللغة العربية تأخر نعني ثمان الدبيف متأخرت حديث صح طلناب الرابع أنا اعتذر من عيدكم لأن هواي تأخرت بأسلوب الشرط لكن هناك ظروف من عثلة من إكمال التصوير وإن شاء الله صف الخامس الإعدادي راح نشوف كذلك محاضرات إن شاء الله تليق طلابنا طلاب الصف الخامس بفرحيه العلمي والأذبي غايتنا هي إيصال المادة أكثر عدد من الطلاب حتى يستفادوا منها ويعبروا إن شاء الله الاختبارات ما نسميها امتحانات لا نسميها اختبارات حتى شنو إن شاء الله نتفوق بدراستنا ونتفوق بعملنا الطلاب لا واحد يجيك يقول لك مثلا أنا أدرس وش استفاد ما أعرف شنو لا نحن طابعين بهذا الطريق لازم نكمله يعني مثلا شنو شنو الضير إذا كملت دراستك حصلت على شهادة وقلت عدك عمل الفرضان واحد يقول لك أنا مال إذا كمل دراسته قد اشتغل عمال حر أي طبيعية جدا من حقك كمل دراسته لسنوا لسنوا وقت تكمل دراسته وعملك محافظ عليه إذا جمعت اثنينات خوف بزيادة الخير خير إن صحنا وموصع لذلك أبد لا واحد يقول لك مثلا أيوان تخرجت تباك رعبا لا هاي أبد لا تسمعها كملها كملني عليك وقل عملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون طلاب أنا عندما أستهد أعمل أسول عليه الباقي على الله سبحانه وتعالى هو الموفق في كل الأعمال بطبيعة الحال لذلك نستمر إن شاء الله بتراستنا نكمل السادس وبعد التواني تريد تروح روح طلع معدل زين تفوق بالسادس بالإعدادية للخامس بالرابع بالسادس تفوق تجيب معدل زين أولا أنت ضمنت السادس أبناء عدن عالي ثانيا أنت تقدر تفتح مشروعك تقدر تكمل دراستك تقدر تكمل هوايتك بعد أنت أصبحت شنو أنت صاحب القرار أهم شي شنو ما تيهت المشيطين لا أخذ هاي الدراسة أكمل ولا أعدك مشروع إذا أعدك فتع عمل معين أو فتشي خبطة منتهي الملعثة هذا لازم أنت شنو تستمر به لذلك الجمع بين الأثنين ليس صعباً ممكن أن توفق بينهم إلى هنا ونأتي إلى نهاية المحاضرة كانت محاضرة طويلة طبعاً أكثر موضوعين مطولات نصب الفعل المضارك أو ثلاث مواضيع نصب الفعل المضارك والمفعول فيه وبعد واسلوب الشرق لكن نحن شنو؟ بالتداريس طلاب خطوة خطوة نوصل إلى النهاية بينما إذا أرى المواضيع كلها وقول حال هاي المواضيع لا هايش ما تكمل نجيه الخطوة خطوة والدليل ذاك اليوم إحنا بادئين بالفعل الماضي أنه يوم إحنا باسلوب الشرق وخلصنا بقيت لدينا هاي موضوع وحلنا التمرينات إن شاء الله نراكم في المحاضرة القادمة كانوا مدرس اللغة العربية ومقدمها عمار السلامي فيما الله زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة